جربت قبل كده تعملي المكارونا باللبن في الفيديو ده هنحط اللبن على المكارونا وهنعمل حاجة حلوة أو طعمها تحفة كمان بترطف الحر اللي احنا فيه ده لانها بتتقدم برده وبتتاكل برده يلا مع بعض نسمي الله ونصلى على الرسول عليه هفضل السلاة والسلام ونشوف هنعمل ايه بس احط لايك للفيديو وشعروا في كل مكان عشان يوصل لأكبر عدد معي 75 جرام من المكارونا سلاتون في مياه مغلية بدون اي اضافات لوقت لما المكارونا استوى معي تماما بالشكل ده ممكن تستخدم اي نوع مكارونا مش شرط نفس النوع او ممكن تستخدم كمان الشهرية اهم حاجة لازم المكارونا تستوي تماما بشكل ده وبعد كده سفتها تبرد الاول تماما بعدين هنزل بالخلط وانزل فيه بنص كيلو من اللبن الحليب السائع وهنزل عليه بالمكارونا بعد ما برده تماما وبعد كده هضرابه مع بعض كويس جدا لغات لما المكارونا تدوب تماما في اللبن يعني ما يكونش ليها اي اثر في اللبن. ما تكونش فيها اي تاكتلات بالشكل ده زي ما شايفين معايا. وبعدين باجيب حلة وبنزل فيها بنص كيلو من اللبن حليب كده استخدمنا كيلو من اللبن. وهنزل عليهم بارما معالي كبار من نشا الدرة. وههطلهم كمان معلقتين كبار من الكريمة لبان البودر بتخلي طعمها حلوة قوي. لو مش متغفر ممكن تستخدم الكريم شنط الخام او ممكن تستخدم كريمة الخاف. لو مش متغفرين ممكن تستغنع عنهم تماما وتزاودي مع علاقتين من النشا. ونزلت كمان عليهم بنص كباية من السكر والسكر حسب الرغبة ممكن تزاودي او ممكن تقليلي. هداوبهم الاول مع بعض على البارد لغات لما لغات لما النشا يدوب تماما. وبعدين هرفحم على النور مع التعليب المستمر لو قفت ايدك النشا هيكلكع معك ومش هيفك بعد كده فلازم تقليبي باستمرار لغات لما الكريمة تبدأ تتقل معك بالشكل ده. وبعد كده هنزل عليهم بخليط المكارونا مع اللبن مع التعليب المستمر برضو. ومجرد ما بتنزلي بخليط المكارونا بتلاقي الخليط تايل معك بالشكل ده بتدع تنزيل عليه بمعلقاتين كبار من الزبدة. او ممكن تستخدمي السمنة البلدي كمان بتدي طعم حلو اوي لو مش متغفر عندك زبدة. بتقليبي بقى الزبدة كويس جدا مع الخليط لغات لما تدوب تماما. فالد الزبدة بتخلي قوام الخليط كريمي جدا وبتدي له كمان طعم حلو اوي. وكده يكون الخليط خلص معايا بعد اا اا اول ما يبدأ ايام الفقهات معك كده يبقى كده استهوى تماما. فابدأ انزل عليه بكيس من الفانيليا وبرفعه من على النار. وبعد كده باجيب صنية فرن مقاس اتنين والتلاتين. وبعد هنا بستمنا البلدي كويس جدا. باستمنا البلدي بطاعم حلو اوي. لو مش متغفر استخدم الزبدة عادي. وبسرعة بنزل بالخليط وهو سخنة في قلب الصنية. لشان لو سبنا الخليط يبرد هيكون طبعا على الوش وهيتقل معك ومش هتعرف توزعه في الصنية بالشكل ده. وزع الخليط في الصنية كويس جدا بالشكل ده. وكمان هز الصنية هزة كده علشان الخليط كله يتسوي بقى حجم واحد في الصنية. بعد كده بسيب الصنية بتاعتي تبرد تماما وتكون طبعا على الوش وتعمل اشرة على الوش بالشكل ده. الافضل كمان بعد ما تسيبيها تبرد تدخليها التلاجة ربع ساعة علشان تتماسك معك وتعمل اشرة على الوش بالشكل ده. بعدين هجب معلقتين من الزبدة صحيحة ممكن تستخدم السمنة البلدي. آآ وهبدأ قدهن وش الصنية بتاعتي بالشكل ده علشان الزبدة دي او السمنة هي اللي هتعمل لنا وش للصنية وهتخلي الصنية بتاعتنا تاخد لون حلو قوي. كمان هتعمل لنا طبع حلو قوي على الوش زي بتاعت المحلات بالزبط. تهنت الصنية بالشكل ده. بعد كده هدخلها تحت الشواية بولع الشواية فقط يعني ما بولعش الفرن من تحت طبعا كل حاجة مستوية فيها فأيه دوب هتاخد لون تحت الشواية وهتطلع معك بالجمال ده زي ما شايفين واخده لون حلو قوي وكمان عاملة طبع على الوش بالشكل ده زي الجهزة بالزبط وكده نكون عاملنا احلى صنية مكارونا باللبن او العزيزية الدميوتي على اصولها احسن من المحلات كمان بجد طعمها ورحيتها في منتهج الجمال وكافية طبعا انك هتعمليها بايديك طبعا بتسيبيها تبرد الاول تماما علشان لما تيجي تقطعها تطلع معك قطع وبتطلع معك الخرطة المتماسكة بالشكل ده وفي نفس الوقت كريمي بجد طعمها ورحيتها في منتهج جمال زي الجهزة بالزبط واحلة كمان آآ زي ما شايفين شكلها تحفة واخده وش حلوة قوي وكريمي جدا وحاجة بجد ترطف في الحر اللي احنا فيه ده دخلها التلاجة كده تسقع وبعد كده التكلي منها بجد طعمها ورحيتها في منتهج جمال هتعجبكم جدا وكده تكون وصفة النهاردة خصة ما فيش ابسط ولا اسهم من كده شوية مكارونة وكيلو من اللبن عملنا حاجة حلوه او طعمها تحفة بجد لو الفيديو عجبكم حطوا لايك للفيديو وعملوا شير الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد لأول مرة بتشوفوا قناة تشتركوا في القناة وفعالوا زر الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديدة حسب لكم المعادير كلها في صندوق الوصف دوسع العنوان الفيديو هيظهر لك صندوق الوصف دونتم بخير ترجمة نانسي قنقر